هذه أبرز العناوين لن تصدق ما قاله رئيس نادريال مدريد على الجماهير المغربية عاجل الأسطورة فيدا ليخرج بتصريح كبير على المغرب بعد الموندياليتو رقم قياسي للمغرب حكيم زيش والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله باش تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس لن تصدق ما قاله رئيس نادريال مدريد على الجماهير المغربية نوها فلورونتين بيريز رئيس نادريال مدريد الإسباني بحسن التنظيم الذي ميز نسخة المغرب من مونديال الأندية والتي اختتمت يوم السبت بتتويج الفريق الإسباني باللقب بعد فوزي على الهلال السعودية بخمس أهداف مقابلة ثلاثة في المباراة التي جرت على ملعب الأمير مولي عبدالله بالرباط وأشهد بيريز خلال اللقاء الذي عقده مع روابط مشجع النادي الملكي في المغرب بالبنيات التحتي الرياضية والسياحية التي يتوفر عليها المغرب والمكان الكبير الذي يحضى بها الميرنغي لدى المشجعين المغرب كما أبدأ بيريز إجابه الشديد بالحماس والتشجيع الذي حصل عليه فريقه في ملعب الرباط منذ بداية المباراة وحتى نهايتها كما أكد أنه سعيد بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بمنح المغرب تنظيم مونديال الأندية لأنه بلد نيعشاق كرة القدم ويتوفر على كل الإمكانات التي تخول له تنظيم البطولة العالمية بمستوى عال عاجل الأسطورة فيدال يخرج بتصريح كبير على المغرب بعد المونديالي تو أعرب أرتور فيدال لاعب فلامينغو البرازيلي عن سعادته بالحب الذي تلقاه من المغرب خلال بطولة كأس العالم للأندياء التي احتضنتها المملكة ما بين الفاتح والحادي عشر من فبراير الجارية وقال فيدال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام شكرا جزيلا للمغرب على الحب الذي تلقيته هذه الأيام وكان فلامينغو قد تغلب على الأهل المصري بأربعة لإثنين يوم السبت الماضي ليحسم بذلك المركز الثالث من كأس العالم للأندياء ودفر ريال مدريد الإسباني بكأس العالم بعد انتصارها على الهيلة للسعودية في المباراة التي احتضنها ملعب الأمير مولي عبدالله يوم السبت الماضي رقم قياسي للمغربي حكيم زياش حق الدولي والمغربي حكيم زياش رقما مهما في صفو فريقه الإنجليزي تشيلسي وبلغ حكيم زياش الرقم مئة وهو عدد المباريات التي خاضها اللاعب المغربي مع الفريق اللندوني وفق لأرقام زياش فإن اللاعب لعب 57 مباراة كرسمية من أصل 100 مباراة خاضها مع تشيلسي الإنجليزي ولعب زياش في كل المسابقة سواء المحلي أو الأوروبي أو العالمية كدور أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندياء واستجل زياش في المباراة رقم مئة 14 هدفا في حين مرر 11 تمررة حاسمة وصل زياش إلى المباراة رقم مئة خلال لقاء فريقها ضد ويستهام عن الدورة الإنجليزية الممتاز ويلاحظ غياب التقدير لزياش من قبل مسؤول تشيلسي إذ لم يسلم له القميص رقم مئة في مباراة ويستهام ولم يستفق الفريق الإنجليزي من سباته إلى يوم الأحد بعدما نشر صورة لزياش من مباراة ويستهام مرفقة بمنشور يتحدث عن المباراة رقم مئة لللاعب المغربي بعد توقيع هدفه الثامن هذا الموسم أمام رين صحيفة ليكيب تختار أبو خلال رجل للمباراة وتشيد بمستوياتها نصبت صحيفة ليكيب المغربي زكري أبو خلال رجل لمباراة فريق تولوز أمام استادرين والتي كسبها الأول بثلاث أهداف لهدف لحساب الجولة الثالثة والعشرين من دور الدرجة الأولى الفرنسية وتألق الدولة والمغربي بشكل لافتة في المواجهات التي أقيمت يوم أمس الأحد حيث سجل هدفا وكاد يضيف التاني الشخصي لها في اللقاء لولا القائم مستهما بذلك في فوز فريقها وقالت الجارد الفرنسي أن أبو خلال هو أفضل لاعب في اللقاء منحة إياه علامة تمانية مضيفة أن الجناح سبب الكثير من المشاكل للخط الدفاع لفريق رين من خلال تحركاته وديناميته في التلوتي الهجوم الأخير ويحتل تولوز المركز الحادي عشر في صلم ترتيب الليك آ برسيد 32 نقطة ويسعى الفريق إلى إحراز المزيد من أن تقدم للمنافسة على ضمان مكان يؤمن له مشاركة أوروبية الموسم القادم يشار إلى أن أبو خلال شارك هذا الموسم لحدود الآن في 25 مقابلة سجل فيها تمانية أهداف إضافة إلى خمس تمريرات حاسمة قدمها لزملائها بالعمري في محاولة لتبرير هربه من الوداد لم أجالس النصير مطولا وأريد فصخ العقد وديا برر المدفع الجزائري جمال بالعمري هربها من مقار إقامة فريق الوداد الرياضية بمركب محمد السادس لكرة القدم بحجة عدم مجالسته لرئيس النادي الأحمر بشكل مطول لحظة توقعه في كشوفات الفريق وقال بالعمري في تصريحات لهيس بورت لا يمكن أن أقبل ببعض الأمور التي تمس بشخصيتي كلاعب محترف لهذا رفضت أن أواصل المشوار وكنت أتمنى أن أجد تواصلا واضحا من رئيس النادي وليس أن لا يرد على اتصالاتي ولا يكون حاضرا عدم وقعت العقد وأضف عندما وصلت إلى المغرب رفق توكيل أعمالي لتوقيع عقد انضمامي إلى نادي الوداد وجدت أشياء كثيرة لم ترقني ولم ألتقي بالنصر سوى خمس دقائق فقط وحل المدافع الجزائري جمال بالعمري بداية أسبوع الجار بمدينة الدار البيضاء من أجل إيجاد صغة توفقية مع مسؤولي نادي الوداد الرياضي لفسق العقد الذي وقعه مع الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية ويسعد دولي الجزائري رفق توكيل أعمالها لإقناع مسؤولي الوداد بفسق العقد المبرم بين الطرفين في وقت سابق دون دثح أي مقابل مادي وكان سيد نصر رئيس نادي الوداد الرياضي قد أكد في تصريح سابق أن بالعمري وقع عقدا سليما مع الفريق بعد الاتفاق على جميع بنودها قبل أن يقرر العودة إلى بلده لحل بعض المشاكل مشيرا إلى عدم وجود أي مشكل معه بعد أن قام باستقباله في منزلها والتحق بالعمري مباشرة بعد توقيعه في كشفات الوداد ببعتة الفريق التي كانت تعسكر بمركب محمد السادس لكرة القدم آنذاك استعداد للمشاركة في كأس العالم للأندياء قبل أن يقرر مغادرة التجمع بشكل مفاجئ في حدود الساعة الثانية من صباح يوم الجمحة السابع والعشرين من يناير الماضي عقب تلقيه لمكالمة هاتفية وحال العقد المبرم بين مسؤولي النادي الأحمر والمدافع جمال بالعمري دون نجاح هذا الأخير في الانتقال صوب نادي أخر وهو ما جعله يضطر للعودة إلى الضار البيضاء لإقناع إدارات الوداد بإيجاد صيغة توفقية لفصل عقدها دون تسديده للشرط الجزائي ترجمة نانسي قنقر